من قناة الجديد في بيروت مساء الخير كزخات المطر النازلة على لبنان وفي مشهد أقرب إلى الفيضان غمر النازحون الفلسطينيون والسوريون مناطق الوطن الدافئ نسبة إلى صقيع سوريا المزنر بالنار والبارود رحلة هجرة المهجر وترحال اللاجئ مرتين تستكمل طريقها إلى لبنان لتحمل مع كل عائلة هاربة رواية موت وخوف وتشريد وبما لا يحمل الشك فإن الجهود العربية والدولية والإعلامية تضافرت لرسم مشهد الترويع والدفع باتجاه النزوح اليرموك صورة عن كل سوريا بنظامها وآداتها العسكرية على الأرض والسكان بمسلحيها الذين انتشروا وشكلوا كتائب حماية وبفصائلها الفلسطينية التي لم تتمكن من الإمساك بالأرض وبطوائف وأقليات لا قدرة لها على النسف في صراع دام ولليرموك محاولات فلسطينية لضبط الوضع ودعوات إلى السكان للعودة إلى مخيمهم المهجور لكن من وصل إلى لبنان ليغامر في العودة إلى سوريا المفتوحة على احتمالات أحلاها مر وبحسب تقويم لجنة التحقيق الدولية فإن سوريا تشهد حربا طائفية بامتياز وأن الأقليات المسيحية والدرزية والتركمانية والكردية وكذلك اللاجئون الفلسطينيون في البلاد قد جروا إلى الصراع مع تسجيل دخول مجموعات من العراقيين الشيعة للقتال وتوافد لمقاتلين أجانب للانضمام إلى المجموعات المسلحة المعارضة هم من السنة القادمين من بلدان الخليج والشرق الأوسط وشمالي إفريقيا ما يزيد من حدة طائفية الصراع روسيا وعبر قيصرها فلاديمير بوتين قالت إنها ليست قلقتان على نظام بشار الأسد بقدر قلقها على مستقبل سوريا وأشار بوتين إلى أن تسوية الأزمة السورية يجب أن تتضمن ما يمنع نشوب الحرب الأهلية وانهيار الدولة السورية كما حدث في ليبيا التي تسير نحو الانهيار لكن ولتاريخه فإن أي دولة لم تكن على مستوى إنشاء السدود لتجنيب سوريا كأس الحرب الأهلية ولتاريخه أيضا لم تستطع الدول المعنية وضع حد لتدفق النازحين أو وضع خطط لاستيعابهم وثمت من كان منهمكا في تأمين عبور السلاح أكثر من اهتمامه بعبور الناس لبنان الذي ينال حصة وازنة من هذا التدفق رقي أمريكيا وأمميا إلى مرتبة الشرف الإنسانية وأشادت مورا كنالي بحسن ضيافتنا وكرمنا فيما قدرت الأمم المتحدة جهودنا في استيعاب اللاجئين لكن الثغرة الوحيدة في هذه الأوسمة أنها لا تصرف في أي بنك إنساني المساعدات الأمريكية للبنان أثمرت اليوم تحقيقا منجزا من الأف بي آي سلمه فريق التحقيق الفيدرالي الأمريكي اليوم إلى المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي متضمنا نتائج توصل إليها في قضية اغتيال اللواء وسام الحسن وفيما تكتم ماضي على مضمونه فإنه شرع اليوم الطبقة الرابعة من قصر العدل للسلطة الرابعة معلنا أنه ليسمح بتوقيف أي صحفي ودعيا الصحفيين إلى إبلاغه حين استدعائهم لدى أي من المراجع ووعد بخفض الغرامات في القضايا المرفوعة ضد المؤسسات الإعلامية أمام القضاء